أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن حالة إصابة نجمي محمد صلاح قائد منتخب مصر وتفاصيل العلاج ذكر الريتز في بيانها أن محمد صلاح سيعود إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهلي مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي والتي أجبرته على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد نهاية مباراة المنتخب مع غانا قرار صلاح أثار ردود فعل متبينة في الشارع المصري والله أنت لو بسطت لها من كل النواحي هي من كل الناحية غلط ركما نحن أنه يرحت عليك في ليفربول لا نحن عندنا جهاز طبي على أعلى مستوى تمام دكتور محمد يعني من أشتر الناس الموجودة في مصر فأنت حتى لو فيها إصابة أو هتتعالج هتعالج هنا في مصر مع طبيب المنتخب والله أنا شايف أنه هو الرجل اللي تصاب وما ينفعش أن نحن يجي عليه ومن الحق أنه هو يتعالج في أي حتة هو مكان هو يختاره فأحنا مش نحكم على حد هو رجل يتصاب فهو يتعالج في المكان اللي هو عايزه وهو شايف راحته فيه ده ما ينفعش حتى اللي هو حتى أنت لو مصابة حتى تدعم اللايبة بتاعتك المتشد أهم حاجة وبعد كده دور الجاي سيبهم ورح إنجلترا لكن اللي أنت بتعمله ده ما ينفعش بصراحة يعني أنت نجم كبير ودي حاجة يعني تصغرك بالنسبة للناس دي لا ما كانش ينفع طبعاً أنه هو يمشي كده الجامرية بتاعته بتقل يعني دلعاتي أنه بعد ما كان كام اليوم بيدعمه دلعاتي ما فيش حد يدعمه تاني زي الأول وليل جداً جمهيره كده ودي حاجة للمنتخب مفرد ما يمشيش أصلاً من المنتخب هياً كانت مصابة أو مش مصابة زي الشيناور بطولة اللي فاتت لما كان مصاب وفضل عادت مع المنتخب نمشي زي سواء